السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم بلا العراق ولايف جديد معه بلا العراق وفي اللايف ده هنتكلم على 3 نقاط مهمة النهاردة النقطة الأولى هي اعترافات وتصريحات السيد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اللي حصلت امبارح على قناة نادي الزمالك وظلم فيتوريا لكريم فؤاد واتهام عدلي القيعي لحازم امام في البداية طبعا بس أذن حضراتكم نأمل لايك وشير للفيديو ولما مش طابعينا على الصفحة ياريت بعد إذنكم تتابعونا أولا السيد رئيس نادي الزمالك الأستاذ المستشار مرتضى منصور تلقى مبارح على قناة نادي الزمالك في الحلقة الإسبوعية بتاعته الشهيرة بتاعته اللي بتكون كل يوم خميس لحد الفجر طبعا فيه تصريحات كتيرة ألهم بارح ولكن هناخد منها خمس تصريحات بس اللي ذكر فيها الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي في كاس السوبر وإن الحاجات اللي حصلت خلال الفترة اللي فات أولا الراجل تلقى وتكلم على نقطة عدم سفره للإمارات وحضوره الكاس إيه هي بقى قال لك أننا اجتمعت مع بعض المسؤولين قبل السفر وأخبروه بقى المسؤولين دول أخبروه أنه هو ممنوع من السفر بسبب قضية قضية السب والقصب لكابتن محمود الخطيب فأولا الراجل هو اعترف ان القضية محكوم فيها وبسبب الحكم ده حضرتك ما سافرتش أو تمنع من السفر بسبب إيه بسبب الحكم ما تنفسي ليه بقى دي حاجة مش بتاعتنا دي حاجة بتاعت القضاء ولكن ده اعتراف اعتراف منه هو أنه هو واخد حكم حكم من قضية الكابتن محمود الخطيب حكم صريح وحتى الإعلامي الكبير يعقوب السعدي تلقوا وتكلم قبل الموضوع ده قبل الماتشو وقال لك أنه هو ممنوع من السفر ممنوع من السفر وغير مرحب به في الإمارات ده على لسان الكابتن يعقوب السعدي الإعلامي الإماراتي المشهور طبعا تمام فبناء على كده السيد المستشال ما سافرش ما سافرش بسبب إيه بسبب الحكم الحكم اللي عليه من الكابتن محمود الخطيب ماشي تمام نيجي بقى هو قال لك إيه قال لك إن أنا في تقبلت الخبر ده كالصاعقة والراجل تعب وحصل له حاجة كتير وده خلاص دي حاجة ملناش دعوة فيها ولكن بقى لك إيه بقى تسبب هذا الأمر في توتر الفريق هنا بقى هنا رمى اللوم رمى اللوم على مين على مين على المسؤولين وعلى عدم منعه عدم منعه من الصفر تمام إنه دوه توتر الفريق إنه خرج الفريق بره المنافسة والكلام ده كله بسبب إيه بسبب منعه الصفر طب طب حضرتك أمير مرتدى سافر أحمد مرتدى سافر فيه ناس كتيرة سافروا من الزمالك يعني ليه دايما دايما أي حاجة أي حاجة شخصية حضرتك بتخحمها في نادي الزمالك علشان خاطر تشحن الجمهور ضد الجبهة التانية أو النحية التانية خالص الموضوع شخصي بس شخصي مع حضرتك فقط فقط وأكبر دليل إن الكابتن محمود الخطيب واخد حكم هو عدم سافرك ده أكبر دليل يا جماعة إن الكابتن محمود الخطيب واخد حكم برسم عدم تنفيذه دي مش بتاعته دي مش بتاعته وبالنسبة بقى ليه بقول لك بص بقى بص بقى الحتة اللي جاة دي أو التصريح اللي جايدة بقى ده حاجة بقى تفكرك بزمان تفكرك بأيام السحر والشعواذة اللي كان بيطلع لنا بيها هناك مؤامرة أيضا تتمثل في الإصرار على إقامة المباراة على ملعب هزاع بن زايد اللي خسرنا عليه مرتين قبل كده طب إيه المشكلة إيه المؤامرة حضرتك عارف عارف واللجنة المنظمة في الاتحاد الإماراتي المنظمة الكاسي السوبر أول ما خدت التنظيم ده أعلنوا إن هزاع بن زايد هو اللي هيقام عليه الماتش حضرتك جايت الكلمة مبارح بعد ما خسرت إن دي مؤامرة مؤامرة إيه يعني دي مؤامرة إيه عشان خاطر هو خسر قبل كده مرتين على نفس الأستاذ على نفس الأستاذ خسر مرتين من الأهلي ودي الثالثة فإذا هو قال لك إن دي مؤامرة مؤامرة ليه ما حضرتك عارف قبلها ليه ما تكلمتش قبلها إن هي مؤامرة ليه ما قلتش هم الإماراتيين هيتأمروا علينا ليه أو النادي الأهلي هيروح يربط مع حد هناك ليه على أساس إيه فأولا تصريح رابطوا طبعا بالمؤامرة وما ينفعش وإحنا روحنا للملعب ده وخسرنا عليه قبل كده يعني الأهلي عامل سحر هناك مثلا يعني الزمالك معمول له سحر على رجلي ناملة هناك مفيش كلام ده مفيش نيجي بقى ليه التصريح التالت وهو إيه طبعا يعني بناء على الكلام اللي قاله في حتة الأستاذ هو ما جابش اللوم تماما على فريرة خالص ولا على اللعيبة ولا على أي حاجة يعني كل الناس قالت أن فريرة لقب وحش تشكلته وحشة كراءته للمطش وحش إلا السيد رئيس نادي الزمالك وده من حقه من حقه ولكنك تطلع تقول أن في مؤامرة في مؤامرة عليك أنك تلعب المطش في الزعب ده اللي أكيد مش صح تماما نيجي بقى لي جمهور الزمالك العظيم أتحمل من أجله أي شيء لكنني لن أعتذر لأي شخص لم أخطأ في حق هو حضرتك أصلا محبش طلب الاعتذار يعني ومين وإزاي أصلا ما أخطأتش في حق يعني الكابتن محمود الخطيب اللي حضرتك كل يوم والتاني لحد مبارح لحد مبارح ولسه هجيلكوا في الكلام بيقول كلام تاني كل يوم والتاني بتطلع تغلط في حقه وإزاي مش هتعتذر دي نقطة أولا ما حدش طلب الاعتذار لأن مفيش يعني رئيس نادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ما طلبش حضرتك تعتذر تمام كل اللي طلبه أنه هو ياخد حقه بالقانون وده حاجة تخص هو وهو ماشي فيها تمام لكن أنك تطلع تقول وتقحم الجمهور ده بقى هو يعني السم في العسل زي ما بيقول أن أنا دايما أي حاجة شخصية أخد الزمالك معايا دي مؤامرة على الزمالك هو مين دول يا فندي هو مين دول ما حدش عاوز يوقع على الزمالك غير بسبب حضرتك القضايا والمشاكل اللي بتقحم فيها نفسك والزمالك معاك لكن محدش محدش خالف أصدق الزمالك وقال تصريح رابع وهو لازم رئيس الجمهورية تدخل في لازم رئيس الجمهورية تدخل فيه تنين في مصر ما حدش عايز يلمسهم مين بقى هم محمود الخطيب تمام؟ ويه ممضوح عباس ممضوح عباس دي حاجة تخصه ويه راجل زمالكاوي وعايز فلوسه ملاش دعم محمود الخطيب فين؟ يعني هو الراجل عمل لك ايه يا فندم علشان خاطر تقول محدش عارف يلمسه واللي هيلمسه هيلمسه ليه؟ ليه؟ ده بالعكس لو جت حسبتها بالمنطق وباعتراف حضرتك ان انت ما سافرتش بسبب الحكم الصادر ضدك في قضية سب وقص محمود الخطيب عدم سفرك هو اكبر دليل على صدور الحكم وعلى احقية الحكم وعلى احقية الكابت محمود الخطيب في حقه ففين بقى مين اللي غلط في مين؟ هل يا جماعة حضراتكم سمعتوا ان الكابت محمود الخطيب تلقى وغلط في حد؟ ابدا فكونك ان انت تدخل رئيس الجمهورية بكلام وان لازم فيه اتنين ما حدش عارف يتكلمهم والكلام ده كله فده كله لا اساسة له ومن الصحة وحاجة عارية تماما سيادة المستشار بياخد الجمهور او الجمهور الزمالك في حتة ان هو بيشحنوا معاه او بيستقطبوا بس بطريقة تديني الاخ والاخر ما عملش حاجة عشان تدينه الاخر ما عملش حاجة نهائي نهائي وجاء قال لك وفين الفلوس والساعات بتاعة تركي قال الشيخ مفيش حاجة اثبتت ان محمود الخطيب والاهل يرجعوا حاجة ده كده قال مبارح يعني الرجل لما طلع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر ودي يعني احنا عارفين صندوق تحيا مصر صندوق سيادي مفيش حد يجرؤ في مصر انه يطلع يتكلم ويقول انا المتحدث الرسمي غير لما يكون فعلا هو المتحدث الرسمي لما طلع في الاعلام واثبت فعلا واثبت انه هو استلم من النادي الاهلي كل متعلقات تركي الشيخ وكل هدايا السيد تركي الشيخ اللي كان بعثها للنادي الاهلي كلها راحت لتحيا مصر وفي جواب من تحيا مصر بذلك النادي الاهلي مطلعوا وحضرتك تطلع تشكك في ده كله يعني ده تشكيك اصلا في الدولة تشكيك اصلا في اكبر يعني منظمة في البلد يعني صندوق تحيا مصر ده صندوق سيادي صندوق سيادي مفيش حد يجرؤ انه يطلع يتكلم باسمه فانك تطلع برضه وتلوح لفكرة الساعات ويرجع الساعات يا خطيب ومفيش حاجة اثبتت والحوار والنغمة الحمضانة دي نرجع نكررها تاني فده شئ مش محمود تماما ومش مقبول مش مقبول على الوجه خالص خالص ولا اخلاقيا ولا ادبيا ولا اي حاجة الراجل افلك الموضوع ده طلع النادي الاهلي مطلع جواب المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر طلع وتكلم ازاي وفي الاخر طب حضرتك اصلا يعني معلش حضرتك انت مالك اولا دي فلوس المستشار توركي قال الشيخ تمام وحقه وطلب حاجة معينة ان تروح لتحيا مصر وراحت خلاص والموضوع اتقفل الراجل نفسه ما بتتكلمش فيه وسب الجمل بمحمل ومشي حضرتك ليه دايما بتقحم الامور دي تاني وبتهيج الدنيا من اليمة دي تاني ليه 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 انا اقولك لان عايز جمهور النادي الاهلي يطلع يغلط في الراجل ويجي فيه والكلام دا كله علشان يستقوى به فده ده غلط ده غلط لو فيه حد في مصر محدش بيلمسه فهو حضرتك حضرتك من بابه تلت لان حضرتك عليك حكم قضائي بسببه قصف محمود الخطيب وحتى الامة تنفسه فمين بقى وعلى اسره وعلى سببه حضرتك ما سافرتش تحضر مباراة رسمية لناديك في الامارات لانك منوع من الصفر فليه ليه دايما متدخل الخطيب والساعات والكلام دا كله طب لو جيت بقى تحسبها وبالصان حضرتك رئيس نادي الزمانك تلع وقال ان الزمانك فلس معهش فلوس بقى الزمانك مفيش فيه فلوس طب ازاي جدد تلزيزه بالمبلغ دا كله بما يقرب من 80-90 مليون وازاي امام عشور خد وعد بعد اما حصل مشاكل الفترة اللي فاتت طب ما تكلماش فيها لان ما تخصش النادي لا لا وما تخصناش معنا صح فازاي خد وعد بانه هيتعدله عقده ازاي وحضرتك امبارح بتقول ان عمال وموظفي النادي مفيش فلوس في الخزنة عشان اقبضه يعني ايه التناقض دا ايه التناقض دا ممكن بقى حد يطلق يتكلم ويقول طب منين الفلوس اللي حضرتك جددت بها للعيبة وفين الفلوس اللي مش للا تدفع للموظفين ففين بقى فيه تناقض رهيب ازاي ما فيش فلوس وازاي لعيبة بيتجدد لها بارقام فلكية ولعيبة تانية بيتتوعد ان هي هيتجدد لها وهيتعدلها عقدها زي امام عشور وزي فتوح وزي الناس دي كلها ازاي ازاي لان اللي حصل معزيزه اكيد هيضر ضرر كبير مالي للنادي الزمالك يعني بجدل الموضوع دا لما بيحصل في النادي الاهلي وعلى سبيل المثال رمضان صبحي لما جاي عايز وعايز وعايز والامور المالية دي كانت فوق طاقة النادي واش مش اقدر عليها ليك حتة تانية قال لك انا ماشي مع السلامة احمد فتحي لما جاي تجدد له وقال لك انا عايز مبلغ كان فوق مقدارة النادي مع السلامة لكن لحظتك عملته معزيزه هيخلق مشاكل كتير جدا في قط الملابس تمام ففهم بقى انه مفيش فلوس في النادي ومن ناحية تانية مفيش فيه تجديد للعيبة وكلام بكله ففيه تناقض فدي كل لها تصريحات على قد ما هي تدين حضرتك ودين رئيس نادي الزمالك واعترافات في نفس الوقت اعترافات في نفس الوقت بالمشاكل داخل نادي الزمالك وسببها هو رئيس نادي الزمالك هو اللي بيخش المشاكل كتير هو اللي بيجيب اسماء ناس وبيفضل يقحمهم ويتكلموا في الاخر يصدر للجمهور وجمهور الزمالك ان لأ الناس دي عاوزة تضر الزمالك يعني مين اللي دعوا بالزمالك من امتى ومحمود الخطيب عاوزة تضر الزمالك كان ضره قبل كده امتى كان ضره امتى يعني بسلام قصدي ولكن كل دي تصريحات وطبعا البرنامج اللي بيطلع عليه سيادة المستشار كل يوم خميس والحلقة اللي بتفضل لحد الفجر بيجي في سيرة سلان وعلان وهكذا طبعا ده كله اتكلمنا عليه والتصريحات واستشفينا من تصريحاته فيه ادانة كبيرة له وفيه احقية كبيرة لكابتن محمود الخطيب الرجل الخلوك اللي مغلطش في حد تماما انا مش طالع بدافع عنه انا قدم انا بدافع عن موقف معين عن موقف معين بيحصل ضد النادي الاهلي باستمرار نخش بقى على الجزء التاني وهو اختيارات فيتوريا مدير المنتخب الوطني يعني اللي فيها ظلم كبير جدا لكريم فؤاد كريم فؤاد الظلم حرفيا نسل معنا بعد اذنك يا جماعة عن نعمل لايك وشيل الفيديو ولو مش تابعيننا على الصفحة يا ريت بعد اذنكم تتابعونا وقلون رأيكم في التعليقات وان شاء الله هنرد عليها واحدة واحدة فيتوريا اختار مبارح لقائمة المنتخب طبعا كلكم واغلب حضراتكم عارفينها وفيه اختار لعبين هو عمر جابر وعبدالله جمعة عبدالله جمعة اللي بقاله سنتين ولا ايه عرف عبدالله جمعة اللي بقاله كتير ما بيلعبش عبدالله جمعة اللي مدربه نفسه لما بيحتاج بك شمال ما بيلعبوش حضرتك اختارته بناء على ايه ما تفهمش طب فين بقى فين كريم فؤاد قالك عادي انا اختار الان انا عايزه ومختارش الان انا عايزه حقك مافيش مشكلة بس ايه مبررك ايه مبررك لما تيجي تاخد لعيب؟ ما بيلعبش ما بيلعبش ومدربه نفسه ما بيلعبوش وتيجي تلاعيب تاني متقلق وعمل شغل حلو ومش ماتش لا ده على خمس موتوشة واربعة تقلق ومستوى في ارتفاع كبير جدا تمام وممكن تحتاج وتلعب به كباك يمين او جناح يمين يعني انت هتستغله في اكتر من مركز فده فهم مفيش ويجي يقول لك طب ايه سبب حضرتك وسبب عدم اختيارك لكريم فؤاد يقول لك ايه يقول لك انا كنت مختار كريم فؤاد لما النادي الاهلي او مسئولي النادي ما كانوش واثقين فيه طبعا ده اغضب مسئولي النادي الاهلي واغضب السي عدل القائع رئيس شركة النادي الاهلي اللي تلعب ان بنا رح يتكلم في الموضوع ده فعلا يعني ايه يعني ايه مسئولي الاهلي مش واثقين فيه مين قالك مفيش لاعب في الاهلي مقيد معفوش ثقة في فرق ان هو ما كانش لوح دور او كان دوره مش كبير وبيلعب على فترات وفي فرق لما تقول انه مش واثقين فيه ده اتهام واضح اتهام واضح من المدير الفن المنتخب مصر لمسئولي النادي الاهلي او مدير النادي الاهلي او مدير الفن النادي الاهلي وقتها لا الراجل مقدي ومقدي كويس جدا وبيلعب حلو ومن حقه ان يروح مش اكلمك على بقى الاختيارات محمود علاء وغيره والناس اللي بقالها كثير ما بتلعبش هنفضل نجرب ان لك السنة عايز اجرب اكبر عدد ممكن من اللعيب هنفضل نجرب لحد امتى حضرتك حضرتك من اللعيبة قدامك اللعيبة قدامك ليه دايما المصرين يا جماعة ان لازم نعمل توازن في اختياراتنا وده اللي قاله الكابتن عادل القيعي واتهم فيهW وان هو لازم يختار ويعمل توازن في اختياراته هي مش كده. مش كده خالص. اي نعم الكابتن الحاسق مام مش هيروح يقول له. وده اكيد مش هيروح يقول له. خد فلان واسيب علام. اكيد لا. اكيد لا. بس هيجي يقول له ايه? اعمل توازن في اختياراتك. خد شوية من الاهلي وشوية بالزمالك. عشان خاطر نرضي الجمهورية. مش حاجة اسمها كده. فيش حاجة اسمها كده. بص على حسن شحاته. الله يما اسيب الخير. والجيل الزهب اللي كان عامله. كان ثمانين في المئة منه اهلي. وش. هو مالوش دعوة من اللي بيلعف اي نادي. اللقب اللي كويس وهيفيده. وحيله كان بياخده. كان بياخده. بص على فريق النادي الاهلي. وبص على منتخب مصر وقتها. وبص على القيمة اللي حققها حسن شحاته. بسبب اختياراته العادلة. هو مالوش دعوة. واكبر دليل انه هو مالوش دعوة. وقت معصام الحضري هرب من الاهلي. وراح سويسرا. بعدها هو ضمه للمنتخب. لان هو معتمد عليه وشايفه الحارس الاول ليه. تمام. ما قالكش بقى الاهلي زعلان وهيزعل من ضمه. وكلام ده. راجل كان بيعمل اعتبار. بس. بس. لاحتياجاته. مش توازنات. مش تأثير. طبعا ليه الكابتن حازم امام بيتوجه له كل اللوم والاتهامات. بسبب ان هو اللي جاب ريفيتوريا. بسبب ان هو دايما ماسك ملف المنتخب الوطني. بسبب ان هو دايما قعد مع الراجل والكلام ده كله. وهيفضل محل اتهام. كبير جدا. كبير جدا. لان التوازنات دي ما ينفعش. انا اخد اللاعب الافضل. اللاعب اللي يفيدني. اللاعب اللي استحق فعلا. انه يشارك فيه منتخب مصر. لكن ما تقول ليش عمر جابر اللي. ما احترامنا الشديد لعمر جابر. تيجي تقول. يسأله الصحفي في المؤتمر. ايه سبب اختيارك لعمر جابر. يرد يقول لك ايه? يقول لك ان هو احد قادة المنتخب. ووجوده مهم. ايه دي? مش فاهم. مش فاهم. طبعا في يوم الايام كان اه شريف اكرامي احد قادة المنتخب. ما خدتوش ليه? في يوم الايام كان من فلان فلان ايه قادة المنتخب. ما خدتوش ليه? احمد فتح. ما من احد قادة المنتخب. في حاجات كتيرة. ردود الراجل ردود الراجل مش كويسة. مش كويس. ممكن يكون خانوا التعبير. مش قادر ييعبر. لا. بصراحة. عايزين الاتزام اكبر من كده للمنتخب. وكل الناس اللي زعلانة هي مش زعلانة عشان خاطر اهل وزمالك. زعلانة عشان خاطر. المنتخب يستفاد بكل لاعب كويس. خلال الفترة دي. عشان نرجع بقى نشوف النور. نشوف النور. اتنين افريقيا بنوصل للنهائي ما بنحققهمش. واحدة على ارضنا بنخرج منها بشكل مخيب. كيف عالم بنخرج منه بضربات جذاء بشكل برضو غير مردي. وكل شوية اتحاد الكرة مع اول اخفاق لأي مدرب ماشي وهات تاني. ماشي وهات تاني. ولا فيه بناء لفريق. ولا فيه بناء الخطة معينة. ولا فيه اي حاجة. ولا فيه تنظيم لأي حاجة. فالكلام ده اثر بالسلب على الجمهور وعلى مطابعته للمنتخب. ومؤذرته للمنتخب في الفترات. اللي فاتت دي. مشوفناش الشغف الكبير من يمة الجمهور للمنتخب بسبب ايه? بسبب كل الامور دي. بسبب التحالي الكرة وعدم الترتيب وعدم الخطة. بسبب التغييرات الكتير للمدربين الفنيين. اختلاط عشوائية بشكل كبير. فيتوريا كويس وكل حاجة. بس برضو بنيجي نقول له تختار ايه وتوازناته ومش عارف ايه. هل هو الرأي اللي يعرف الكلام ده. اكيد ما يعرفش. لكن ان انت تفزل توازن يازم ناخد واحد من هنا وواحد من هنا اتنين من هنا. كلام ده مش هيكون لصالح المنتخب نهائي 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 الفترة اللي جاية ديت. نتمنى طبعا الصالح العام ليه منتخب مصر. ونتمنى له دايما ان هو يكون موفق ليه اه الفترة اللي جاية. اه بشكر حضراتكم جدا جدا على متابعكم وتنسوش متحرموناش انك تعملوا لايك وشيل الفيديو. ولو مش متابعيننا على الصفحة ياريت بعد اذنكم تتابعونا اه علشان خاطر يصلكم كل جديد. وان شاء الله هخش ارد على تعليقات حضراتكم اه تعليق تعليق ان شاء الله باذن الله بعد اللايف دوت علشان ما طولش على حضراتكم وطول عليكم اللايف. دونتم في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة